السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس ديواليد ان شاء الله تكونوا ملاحفة في الفيديو اليوم كما راكم تشوفوا في تصويره راح ندلكم واحد ديسر اللي معروف بزاف ومشهور وناس كامل تحبوه اللي هو الكريمة المحروقة هذا الديسر ساهل بزاف امي وشنو حاجات طوب وحاجات بنينا بزاف نخليكم تشوفوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم نبدأ بالمقادر هنا عندي مائتون وخمس وعشرين ميللتر كريم فراش ليكيد كريمة سائلو جيكم قيس كاس عندي تانيك مائتون وخمس وعشرين ميللتر حليب جيكم قيس كاس تانيك نصف كاس سكر جيكم قيس 65 قرام ثلاثة الصفر تاع البيت ساشي تاع سكر فانيي ونص مغرفة كبيرات على فانيي الحاجة الأولى اللي نديرها نجيب كاسرونة وندير في هذا الكاس تاع كرام اللي كيد نزيد معها الكاس تاع الحليب نخلط طماقة خلطة خفيفة بعد ندير كاسرونة هذه نحطها فوق النار نخلطها حتى نتلحق عنها تبدأ التغليب من جهة الأخرى نجيب ريسيبيون حط فيها هذا الصفر تاع البيت السكر هذا السكر فانيي واللافاني إذا ما عندكم السكر فانيي يجب أن نديره يعني نديره غير اللافاني كتر وديره حتى مغرفة كبيرة نخلط هذا الصفر تاع البيت السكر واللافاني حتى نشوفوا الميلانج تاعكم بيال شوية هنا الخالي التاييره هو جدنا نجيب الحليب كرام اللي كنا نغليناه فوق النار نبدأ نزيد فيهم غير بالعقل ونخلط بالفوي اليوم خيارت لكم الكرام بريلي بسك أن ديسار سهل يميشي تشليد ونحبش نديلكم حلوة ديسار اللي يخليكم توقفوا بزاف الكوزينة معها تسخانة جمع منا ما نقدرش ندخل الكوزينة في السخانة سمع الكرام بريلي حاجة سهلة وتنتكل برده ويجيب بزاف بنائنا هنا نجيب الأرامكان اللي نحن نطيف فيهم كرام بريلي إذا استعملتوا هذا الأرامكان اللي كي ما توعي تخرج لكم خمسة سينا إذا ما عندكم ش كامل الأرامكان قدوا تستعملوا هادوك تعلال يومينيوم اللي تباعوا يعني تندر فيهم طمينه هاد إذا ما كانش عندكم كامل الأرامكان ديروا في هادوك هادوك هناني عمرت كامل الله كرام في هادو الإرامكان احطيتهم في سنيوه ونجيب المال يكون سخون نعمروا حتى النصف على الإرامكان بسكن نطيبوا له كرام بريلي في باماري يعني كامل هادو الكرام والديسر اللي يطيبوا في الفور يطيبوا في باماري ونبعد ندخل السنيوه تائي للفور يكون مسخن على مية وخمسين دراجة نخليهم يطيبوا مدة خمسين دقيقة يعني ريقليوها على مية وخمسين مدة خمسين دقيقة دوك هناني عمرت كرام بريلي خليتها ببردة مليح بالرام بعد دخلتها للفور يدار زيت بردة واحد ساعة حتى الساعة ونص وبعد الوقت يعني اللي جوا راح تاكلوها فيه باش ديروا لها السكر من الفق وتحرقوه نستعملوا السكر يرو اللي هو السكر البوني ولا حيجي خير سينا اذا ما كانش عندكم كامل تقدروا ستعملوا السكر الابيض سكر بلون باركوشنا حرقوه غير بشوية بسكي تحرق بالخف ويك حال ندير هكذا بنغير فانرش هكذا السكر يرو من الفق ونجيب شاليوم اللي يعني هاداك الصغيرة الحلوة ونحرق كامل هاداك السكر من الفق وحالي لك الكرام برويلي تعنا واجدها دوكن نقسم لكم غير شوية منها باش تشوفوا اللي تكستور تحكفة شجي هاداك من داخل جي كراموز وبنينة بزاف عند الدسار سهل وبنين بزاف ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم ما تنسوش تديرو جامت تابوني وتاك تيفي ولاك لوش وزيدو اابونيو في الانستاقران متاعي وليقرو في فيسبوك يتلقاهم تحت في صندوق الوصف تكما بقاليا نقول لكم تهلا الله في رواحكم وسهلا اشتركوا في القناة